مصر تستطيع كان ليه ست نسخ في الماضي ست نسخ ناجحة وكانت فيه مجالات مختلفة كانت فيه مجال الاستثمار كانت فيه مجال الحقوق المرأة كانت فيه المزيد من المجالات التعليم وكانت يعني قدرنا من خلال مصر تستطيع ان احنا نضيف المزيد من الابعاد من خلال خبراءنا اللي هما بيشتغلوا في هذه المجالات وبقوا اعلام في مجالاتهم في الخارج السنة دي احنا حبينا ان مصر تستطيع تكون فيه موضوع متخصص ومتميز وهو اولوية بالنسبة لمصر احنا قررنا وعرضنا على فخامة الرئيس وعرضنا على دولة رئيس الغسرة ان يكون مصر تستطيع في نسخته القادمة مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع افريقيا وان ده يكون فيه الربع الاول من عام عشرين اربعة وعشرين لان احنا برضو مش عايزين نعمل المؤتمر في وقت فيه استحقاقات رئاسية وفيه افتتاح المتحف المصر الكبير وفيه الكثير من الفعاليات اللي هتاخد من الزخم اللي احنا عايزين نعمله فيه في هذا المؤتمر هذا المؤتمر بيستهدف ان احنا يبقى فيه المزيد من الخبراء ليس فقط من مصر ايضا من الدول الافريقية حضريتك عارف ان احنا قريدي عندنا اتفاقية التجارة الحرة تم اطلاقها اثناء تولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الافريقي هذه المبادرة العظيمة القصة بتدشين اتفاقية تجارة حرة افريقية هي الاكبر على المستوى العالم بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة اتفاقية تجارة حرة مع خمسة وخمسين دولة افريقية بتسعى للتكامل والبناء معا هذه الاتفاقية العظيمة اللي احنا اطلقناها كنا علينا ايضا ان احنا ندشن التعاون في اطارها بشكل يخلق هذه السوق ويخلق الرواج خصوصا بعد ما انتهينا من التفاوض مع الكثير من الدول الافريقية على الكثير من الملفات الخاصة بالتجارة طيب ايه اللي خلانا نركز على التجارة والصناعة اللي خلانا نتركز على التجارة والصناعة ايضا ما ترتب على ازمة الكوفيد 19 ما ترتب على ازمة الكوفيد 19 ان احنا اكتشفنا ان احنا مش هنقدر ان احنا نفضل نعتمد على الخارج وعلى دول اخرى في التصدير والاستراد لازم علينا ان احنا نصنع ونتاجر مع دول الجوار اللي فيه وحدة هدف ووحدة مستقبل معاهم ومن ثم بقى علينا ان احنا نركز على القارة الافريقية اللي لم نكن قبل يعني في الماضي بناديها الكثير من الضوء والكثير من الاولويات اللي احنا يعني اللي هي تستحقها طيب التجارة والصناعة في افريقيا هدفها انها تحدث من مصر مركزا للتجارة والصناعة في افريقيا ومستخدمين فيها اتفاقية التجارة الحرة التابعة للاتحاد الافريقي واتفاقية التجارة الحرة ايضا التابعة لمجموعة الكوميسا اللي مصر جزء لا يتجزأ منها في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقي طيب هذه الاتفاقيات احنا نقدر نحن نستخدمها ازاي بما ان احنا نقدر ان احنا يعني نصنع ونتاجر في هذه الدول دون اي رسوم ودون اي جمارك ودون اي ضرائب نتيجة لهذه الاتفاقيات الهمة احنا املنا ان احنا نحول مصر الى مركز لدخول هذه الاسواق نقدر ان احنا ندعم التصنيع في هذه الاسواق ونقدر ان احنا ندعم التجارة مع هذه الاسواق من خلال مستثمرين ومستثمرين الافارقة اللي على استعداد تام ان هما يتعاونوا لتدشين هذا الرواج وهذه الصناعات وهذا يعني الشكل من اشكال الحملات التجارية اللي تمكننا كلنا من ان احنا يبقى عندنا تكامل اقتصادي يؤدي الى الاستغناء عن الدول اللي احنا اعتمدنا لاعوام طوال وعقود طويلة على الاستيراد والتصدير منها ويبقى منتجنا هو منتج صنع في مصر وصنع في افريقيا ترجمة نانسي قنقر